مرة في حوار كده حرفتش اوصل لحال يعني الالمينيوم ولا التفال ولا السيراميك طب نحط فين فخار افضل انواع اواني الطهي الاستينلس الاستينلس النقي اللي هو ليه لان اولا درجة مقاومته للبكتيريا والتلوث عليها نمرة اتنين بيوزع درجة الحرارة في كل الاناء في نفس الوقت نمرة ثلاثة سهل التنظيف نمرة اربع عمره اطوى يبقى الاستينلس وبالذات الاستينلس الانواع الجيدة عندك انواع الفخار الجيدة ممكن استخدم في الطهي بس الفخار ما يبقاش معمول من طينة مش نضيفة او الكلام ده عندك الاواني الزجاجية يعني الحلل الزجاجية الكويسة دي بالضبط البايركس لان بايركس جاية من كلمة مقاومة للحرارة يعني بايرية يعني حرارة فهي نوع من انواع الزجاج المقاومة للحرارة ده مفيد جدا في حلل طلع جديد بلاك كم سنة كده اللي هي الكروم مادة الكروم مادة الكروم ومعدم الكروم عندك الحلل الحديد ده اوكي الالامونيوم اللوي اللي هي الحلل الحديثة اللي بتستخدم فيها مادة الحديد تمام اسوأهم على الاطلاق اللي فيها مادة التفل اللي هي التفل لا يا دي اسم تجاري لكن هي فيها مادة تفلون داخلي اللونه اسود كده أي حد عنده حلة تفلون أو طاسة تفلون يبص فيها من دلوقتي لو لأى أن فيه خروم أو فيه فتحات مكحة وطايرة منها المادة دي حيتخلص منها فوراً